اهلا اهلا اليوم بسوي معاكم طبق وايد احبة بسوي معاكم شورت ربس طبعا بالفرن بطريقة وايد سهلة وما رح اقدمه مع خبز ولا صمون رح اقدمه مع عيش وايد الفكرة حلوة وسهلة ويعني ما مات بشي حتى اللي ما تعرف تطبخ رح تعرف تطبطها اول شي نحتاج اضلاع البقرية اوكي حجم كبير طبعا شا سويك اضفت الاضلاع باستخدام كلينكس كلينكس المطبخ اللحم ما ينغسل الشورت ربس ما يصير تغسلونه بس تنشفونا بكلينكس تشيلون الدم منه وانتبله واندخل الفرن اول شي انتبل الربس بشنو انتبلهم طبعا تقدرون تقصونهم بنا تقدرون تقصونهم مثلا شدي او اربع او مربعات يعني او تقدرون تقصونهم على طول الضلع البقري او تطبخونهم نفس ما انا بطبخهم كاملين شدي الابهارات يفضل ما تحطون ابهارات يعني مثلا ابهار متشبوس ولا ابهار برياني ولا كاري مفروض يعني نحط ابهارات معينة مثل الثوم البودر البصل البودر البابريكا عشان ما يعني ما نعطي للشورت ربس طعم غير او مختلف او كي وبحط انا بعد فلفل حار تقدرون تحطون الخضار اللي تحبونا مع الشورت ربس انا بس بحط بصل وثوم ما رح احط ولا شي ثاني ياب الله انتبل اللحم عندي هني بصل قاصته شريشة رايح راسين ثوم قاصتهم بس شريب النص فلفل حار رح احطهم تحت اللحم او كي رح يكون مثل فرشة حق اللحم قاعدة حق اللحم ليش حاطة انا بصل شريح لان ما بي احط ماء او كي فالبصل رح يطلع ماء ويطبخ للحمة وما يطلع عندي بعدين شري وايد ماء مع اللحم عرفتو تقدرون تحطون شوية ماء ريتابون سوس بس انا ما افضل حطيت البصل والثوم شوفوا والثومة شريق قاصينها او كي واضح شريق قاصينها بالنصب قشرها طبعا حطيتها والحين بحط فلفل حار هذا وايد حار فما رح اقصه بس شين بس بقطة شذي او كي ونبدي الحين نحط البهارات اول شي نحتاج بصل بودر طبعا نتبلها من الصوبين احتاج ثوم بودر ببركة عادي الببركة نكثر منها كمية يعني راهية وفلفل احمر حار انا بستخدم هذا التركي اي نوع فلفل انت وتفضلونه الحين اضيف الملح حين اقلبها على الصوب الثاني واسوي نفس الشي احط نفس البهارات وملح وارد اقلبها مرة ثانية لازم يكون العظم صوب الصينية من تحت اهم شي بالربس يا جماعة الخير فترة الطبخ ينطبخ على الاقل ثلاث الى اربع ساعات بفرن حرارة متوسطة يعني تحطونا امية وخمسين من تحت اه تخلونا على الاقل من ثلاث الى اربع ساعات علشان يصير عندك اللحم ذايب في ناس اصلا يطبخونا ست وثمان ساعات طبعا كل ما انطبخ اكثر كل ما ذاب اكثر وصار احلى الحين احط اول شي ورق الزبدة وفوقه القصدير والف الماعون عدل احكم اغلاقه وادخل الفرن لفت الماعون عدل بالقصدير حطيت ورق الزبدة وطبقتين من القصدير بس الحين يدخل الفرن وملتقى بعد ثلاث ساعات ثلاث الى اربع ساعات راح اقدم مع عيش مصري او عفوا عيش امريكي بالشعرية طبعا سويت هوايد معاكم فما راح نعيد الطريقة موجود بالانستجرام باليوتيوب وبكل مكان رجعت لكم بعد مرور ثلاث ساعات اللحم استوى بس لحين ما طلعتها من الفرن قبل اطلع من الفرن قلت اصور لكم العيش سوينا عيش امريكي بالشعرية طبعا قلت لكم طريقة وايد سويتها معاكم فما عدنا الوصفة تقدروا نتقدمونا مع عيش امريكي بالشعرية عيش امريكي بالخضار عيش مكسيكي عيش بسمتي كيف كم مع اي نوع عيش احنا الربس نحبه مع عيش افضل من ال يعني افضل من انسوي بيرجر ولا بخبز ولا تشاذي عرفتو مع العيش احلى سلا نشيك على الربس مع بعض ترى كلش ما شيكت ولا شفت قلت نفتح القصدير ونشوف مع بعض الله 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 شوفوا 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 الجمال تشوفون طبعا البصل شوفوا شون تكرمل هذا يصير الحين مثل حشو على العيش يطلع خيالي بس ابي اشوف الحمى دايبة لحظة خليب شوكة وارد لكم ثم الشكل عوار قلب عوار قلب دايبة 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 مستوية واضح كنا اشتهيتها الحين بخبزة مو مع عيش شوفوا طبعا بنات اذا خليتوها اكثر من ثلاث ساعات بعد افضل اربع ساعات على نار هادية خمس ساعات في ناس يطبخونها ثمان ساعات بس على نار كل شهادية تصير احلى كلمة طالت مدة الطبخ كلمة صارت الربس ذايبة اكثر بس تكون على حرارة يعني اقل من مية وخمسين انا اول شي حطيت درجة الحرارة ميتين اول نص ساعة بعدين قصرت على النار وخليتها على امية وخمسين مدة ساعتين ونص يعني الاجمالي ثلاث ساعات لا بسم الله انا انتشب العيش ونحط الربس فوق العيش تقدرون تحمرونه اذا تابون انا ما راح احمره ما يحتاج ما نبي ينشف شذي حلو عذا انا وايد حب الربس فترقبه وكل يوم نسوي وصفة غير كنت بسوي وصفة ثانية وايد لذيذة بس خواتي ما يبونها فنسويها يوم ثاني ان شاء الله اليوم على ذوق خواتي سويت التتبيلة الآن نشيل الربس هذي الامدلعة ونحطها على العيش بسم الله لانها ذايبة ذايبة فما ابيها تفلل نحاول اشيلها بحرص شوي شوي بسم الله الرحمن الرحيم وننزلها تبيه على العيش هذا البصل شفتوا البصل هذا الذايب بحطه فوق العيش كحشو هذا ما ينقط هذا لذيذ والثوم بعد شوفوا الثومة شون صارت مشوية تيينل بعد بحطها على العيش نحط البصل الذايب لمكرمل شذي نوزعه تخيله وطعمه متشرب من نكهة الربس والبهارات وذايب ذايب شوفوش حلوة ترى ما حطيت ولا نتفت ماي انا ابيها تشريمة شوية ما ابي فيها سوس فكلش كلش ما حطيت ماي حمره صنوبر بزين بالصنوبر احب الصنوبر مع العيش وايد صار متشبوس ربس عرفتو احنا حتى الربس نزوي كويتي حين اشيل من الدهن اللي نزل من الربس وحطه شذي من فوق يعطي الربس لمعة ولذة وجمال اجرام 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 اعرفتو حين ليش ما شلت الشحم اللي على الربس ابي هذا هذا الدهن يطلع شوانه ما حطيت ولا نتفت دهن هذا كله من الربس علشان تكتمل اللذة شنو صنوبر المقلي هذا ضروري ندلع في العيش والربس الله الله صار متشبوس رسمي الحين صح؟ لحظة لحظة بعد رشة كزبرة ولا بقدونس وليمون ويا سلام سلم الليمون الاخضر هذا ضروري مع العيش احنا وايد نحبه اوكي وهذه رشة البقدونس وتسلم ايدي خطيطة وسريعة وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية يلا مشو مشو فقرة تذوق قدري ادري تابونها يلا حين نتذوق مع بعض هذا ما يبيل لدقوس هذا يبيل لمعبوط شرابة وصلاة خضرة ما شاء الله تبارك الرحمن تسلم ايدي يلا حين وقت العشة العشاء المتأخر كالعادة يلا جاهزين نجرب؟ طبعا قدمنا الاكل مع صلطة خضرة والروبة والخضرة والدقوس والبيبسي وسلامتكم وتعيشون يلا فقرة النجاب بسم الله الرحمن الرحيم لحظة لحظة خلاشين لصحون حط لي شوية من الربس يلا ناخد الربس عليكم تشوفون شلون ذايب شوفوا وما شاء الله تبارك الرحمن شلون اللحم ذايب ذايب حطيلي صلطة ما بيبصحن حطيلي هني شوية على صوب ما بيبصحن ثاني بهذا بعطوني عطوني الخضرة امتابوا لعبريجي ايه شذي لحظة خلابوك كشمش كشمش ولا الكشمش بقلب الكشمش وفوق صنوبر ولد توني ذكر عش ما سويت كشمش ادري انتو حين مستانسين قل الحمد لله ما سويتاي يلا بسم الله نجرب ابي طعم بنات ابي شي ملذيذ اللي بعده اللي بعده خيال خيال جابوا الوصفة وايد رح تيوزلكم وايد مر شوية اصلا تخيله وهذا هذا نفلله ونحطه بصمونة شنو يطلع نار صمونة ربس ربس بيرجر بس اليوم مش تينا مع عيش طبعا الوضع عندنا على الطاولة الصمت الكل قاعد يأكل شوفوا شوفوا طيرنا ما شاء الله صنية بنفس اللحظة اتينا الوصفة جربوها وقلو لي رايكم حين اخليكم تصبحون على خير ونلتقي باتشر ان شاء الله اشتركوا في القناة شكرا 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 شكرا